حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم الطيمي عن سعيدي بن الموسيب عن معمري بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد أخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم الطيمي عن سعيدي بن الموسيب عن معمري بن عبد الله بن نضلة القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ حدثنا عقوب قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الرحمن بن عقبة مولى معمري بن عبد الله بن نفعي بن نضلة العدوي عن معمري بن عبد الله قال كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال لي ليلة من الليالي يا معمر لقد وجدت الليلة في أنساعي الطرابا قال فقلت أما والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها ولكنه أرخاها من قد كان نفس علي لمكاني منك لتستبدل بي غيري قال فقال أما إني غير فاعل قال فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه قال فأخذت الموسى فقمت على رأسه قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في وجهي وقال لي يا معمر أم كانك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى قال فقلت أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه قال فقال أجل إذن أقر لك قال ثم حلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو النظري أن بصر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاعا فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر أفعت انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارع حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن أبا النظري حدثه أن بصر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله فذكر معناه ترجمة نانسي قنقر